تاني خطأ هنتكلم عليه بيظهر على هيئة الرسالة دي وممكن تظهر على شاشة سودة زي الصورة او شاشة زرقة حسب نظام الجهاز والرسالة دي بتوضح ان ملف HAL.DLL مفقود او تالف ملف HAL هو ملف نظام اساسي يكون موجود اذا كان مفقود او تالف بتظهر رسالة الخطأ عشان احل المشكلة ببعض الخطوات ممكن يكون الخطأ ناتج عن مشكلة مؤقتة يمكن حلها باعدة تشغيل الجهاز اذا كان سبب المشكلة تالف او فقدان الملف ممكن احل المشكلة باستخدام اداية Start Up Repair من قائمة بيئة استرداد الويندوز بضغط على Start Up Repair اذا ما زالت المشكلة بالتالي باستخدم سطر الاوامر وممكن توصل لسطر الاوامر باكتر من طريقة من خارج الويندوز تقدر تشوف فيديو بيوضح 3 طرق للوصول لسطر الاوامر من العلامة فوق الفيديو بعد تحديد حرف تقسيم الويندوز باستخدام امر BCD Edit بنفذ الاوامر بالترتيب العمر CheckDisk.R لفحص زكرة التخزين من اي تالف مدي او منطقي ومحاولة اصلاحه والعمر DISM Restore Health لفحص واصلاح النساخ الاحتياطية من ملفات النظام والعمر SFC ScanNow لفحص ملفات نظام الويندوز واستبدال ملفات التالفة بنسخ سليمة طبعا باستبدال حرف تقسيم الويندوز بالمناسب ليك في التلات اوامر اذا فشل استخدام الاوامر ممكن بنفس الطريقة نحزف الملف الاديم ونستبدله بملف جديد عن طريق نسخه من خلال سطر الاوامر من جهاز اخر عليه نفس اصدار الويندوز او من ملفات وسائل تسبيت نفس اصدار الويندوز على الجهاز السليم بنفذ الامر ده عشان انسخ الملف من مكانه لجهاز خارجي وعلى الجهاز اللي فيه مشكلة بنفذ الامر ده عشان انسخ استبدال ملف من الجهاز الخارجي للمكان اللي موجود فيه باستبدال المصارات واسم الملف في الاوامر بمصار واسم الملف اللي انا عايز انقله اذا فشلت كل الخطوات كان معتاة للخطوة الاخيرة اعادة تسبيت الويندوز من البداية او من نسخة احتياطية هيكون الحل الامس اشتركوا في القناة